توكلنا على الله موقع بن زاكر هيلقيني كنت بقول ان الشطر الايمن فيه تعلق والشطر الايصر فيه ادراك لاستحالة الرغبة دي يعني بص هنا اينما صار تراءت له ده نوع من التعلق لكن تراءخها دي عن لمعقال يعني استحالة وصول يعني زي السرابل اللي عمري ما وصله برضو هنا صار يقف اثرها هائما يعني متعلق جدا ماشي وراء هائم وماشي في اثرها الجزء التاني المهتدي بالوهم جمه الضلال يبقى ده معناه ان عمره برضو ما هيوصل وهكذا انت لو جدت تمسك المقطعين من اول قصيدة الشطر الايمن والشطر الايصر هتلاقي غالبا ان الشطر الايمن يدل على التعلق والشطر الايصر يدل على الاستحالة فاذا العطفة هنا في الابياد التعلق والايشباب والحصر اينما طبعا اينما للمكان وريتا شباب يعني نحاول نراجع ادوات الشرط الجازمة لو سمحت معلومة نحوية وتنبيه نحوي عندنا في النحو العربي اتناشر اداء جازمة اتناشر اداء جازمة تجزم فعلين اثنت عشرة اداء تجزم مدارعيني كلها للشرط اداء تربط جملتيني ايه هم بقى الاثناشر اي ان من ما مهما اذ ما اذ ما ايه كده اذ ما دي كلمة على بعضها كده اي ان من ما مهما اذ ما ادي ستة الستة التانين كيفما متى ايان انا اين حيثما كيفما متى ايان انا انا في كل مكان يعني الف نون يا انا حيثما دول اسمهم اللي هم باثناشر اداء اقولهم مرة تانية اثنت عشرة اداء تجزم مدارعيني كلها للشرط اداء تربط جملتيني اي ان من ما مهما اذ ما كيفما متى ايان انا انا حيثما عايزك بقى تغنيها كده وايه وتحفظها زي ما انا قلتها كده السؤال ستين بيقول لي اذا اينما هنا تفيد ايه شباب اداء شرط تفيد المكان السؤال ستين بيقول لي الفعل يعدو بعد ما زال افاد بعد الهدف ولا خموض الهدف ولا الاسرار على الهدف طبعا موضح عينا قوي انه ما زال وبيعته يبقى الاتنين بيدوا الاستمرارية والتجدد يبقى الاسرار على الهدف مات قتيلا كلمة قتيلا مناسبة من اجل الصراع ولا شهيدا ادق النبل الهدف اظن دي يعني مشهورة جدا في كتاب المدرسة واكيد انت سمعتها قبل كده ان كلمة قتيلا يعني لا تعطي المعنى بدقة لان القتل يتم في الاهداف النبيلة او الاهداف غير النبيلة يعني ممكن لسه يقتل مش كده ممكن يقتل في حادث ممكن يقتل في سبيل الله ماشي التلاتة همت لكن من ادق واحدة بقى كلمة شهيدا وعلى الشعر ان يستخدم الكلمة الدقيقة التي ليس لها احتمالات فلذلك كلمة شهيدا هنا ادق من كلمة ايا شباب من كلمة قتيلا يمكن تعرضنا للموقف ده وبالمرة يعني الرجعها لما كنا بنتكلم عن مطران مآتم الأضواء وان كلمة مآتم لو تفتكروا كبتحتمل احتمالين اما مجتمع الناس في الفرح او مجتمع الناس في الحزن فقلنا برضو قلنا المطران كان اولى به ان يستخدم كلمة جنائز صلاته عن النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه اذا شهيدا ادق لنبل الهداف اتنين وستين مرادف لمع لمع قال طبعا دي معناها البريق ومرادف قال السراب ومرادف يقفو اثرها اي يتبع اثرها الاقتفاء الاثر يعني تتبع الاشباب تتبع الاثر نجي بقى للسؤال اللي بعدين اول خمسة وستين بيقول لي هنا مرادف اثرها كلمة اثر تأثير ولا ظلها ولا اثارها الاثر هو الاثر الاثار الشيء يعني لوحد يمشي بالسحرة كده ويسيب مكان رجليه في الارض بقى ده اسمها الاثر بتاعه ومرادف هائما عاشقا ومرادف جم جم الضلال يعني كثير كثير الضلال ومرادف هم خلي بالكم هم اه بدأ كلمة هم في اللغة العربية وانسب لها معنى هنا في هذا الاطار وهذا السياق هم ان يمسكها يعني بدأ ان يمسك عشان لما يجي مضادات تبقى عارف انه انتهى مرادف عجال طبعا متسرعة جاية من العجلة من التسرع يعني تدل على الشوق واللهفة ومرادف يعدو يجري يعدو من العدو اي الجاري ويعدو الماضي منها عدى بالالف ايوه انا عارف ناس دوقتي يقولك لا ده دي او اساس شكل عدى بتاعت اداة استثناء هم هم هل تم متشابهين لكن طبعا ممكن عدى تيجي بمعنى الا وممكن عدى تيجي بمعنى جرى لكن هنا مرادف فعلا يعدو عدى ودايما الشباب لما بيبقى في المدارع يعني لو المدارع في واو تلاقيها تتألف الماضي الف ينمو نما يعدو عدى يرجو رجاء في السلاسية طبعا في الفعل السلاسية مرادف جهده يعني يعدو جهده اي طاقته الجهد هو بذل الطاقة ومرادف هوى هوى هنا ساعات خلي بالك بتيجي بمعنى احبة وساعات تجي بمعنى سقطة فلذلك هوى هنا هوى هنا بمعنى سقطة من فوق تلك التلال وخلي بالك من المصدر كان اذكر ناجات في مرة في اوائل الطلبة كان يعني في برامج كده بعد البرامج الجميلة اللي يعني اوائل الطلبة كان في قناة معينة فكان السؤال عجبني فبقول له المصدر من هوى في الشعر سلطة الكمال قال له المصدر من هوى المصدر هوى في المطلق يعني من هوى ايه هو كان طبعا الطلبة قاعد يقول له هوى ولا طبعا المصدر من هوى هويا هوى هويا لان فيه هوى 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 شديدا أي أحبه حبا شديدا المصدر من هوى بمعنى أحبه هوى لكن المصدر من هوى بمعنى سقطة هويا يعني هي كانت استطرات كده صحيحة مش في الأسئلة لكنها هي معلومة إثرائية ممكن تضاف ليك السؤال 74 بقول لمضد تراءت طبعا تراءت يعني زهرت بعكسها اختفت ومضد خادعا الخداع عكس الصدقي جمعا مش وقعيا لا الواقعي عكس الخيالي تمام والطيب عكس الخبيث يبين كلمة الخادع عكسها الصادقة ومضد اللمع اللمع قال يعني اللمع ده البريق يبقى مش مجرد البهوت الشيء باهت لا أكتر من باهت بقى كمان الانتفاق التام إنما الاختفاق دي لا الاختفاق دي يعني في الظهور والاختفاق مش في الألوان ظهور الجسم بكاملة أو اختفاقه فلذلك هنأقرب حاجة لمضد اللمع رغم قرابهم من بعض هي كلمة انتفاق مضد يقفو إثرها أصلي يقفو يعني يتتبع الأثر يا جماعة لو سبحته مش يفقد الأثر لا يفقد الأثر عكسها يجد الأثر فقدت الشيء عكسها وجدته لكن أقتف الشيء يعني هو قدامي وأنا بتتبعه وبعدين هو قدامي وتركته فعشان كده يترك يعني أنا بفصل ليه خطرت الكلمة علشان برضو أشغل المخك وعشان الناس الممكن ما تكونش مقتنعة يبقى يقفو إيا شباب يترك إنما يضل لا خالص يضل عكسها يهتدي نيجي بقى ليه السؤال اللي بعديه برضو ما زلنا فيه معركة الاختياري من السؤال 78 السؤال 78 بقول لي مضاد هائما سعيدا ولا مبتعدا ولا نافرا هنختار نافرا لأن النفور معنى الكراهية وكلمة هائم كانت بمعنى عاشق يبقى عكسها نافر أو كاره مضاد الجم قليل طبعا مضاد الضلال الواقع ولا الصدق ولا الهدى الهدى مضاد همه احنا كنا قلنا همه لو تفتكروا بمعنى بدأ يبقى عكسها انتهى مضاد عجال أي المتسرعة يبقى عكسها البطيقة ومضاد هوا فاكر سقطة يبقى ارتفعة صحا كده جمع هائم كلاهما صحيح يجوز جمع هائم على هيام وهيام ولو عايز تجمع جمع مذكر سالم كمان تقول هائمون جمع جم انتبهوا بقى السؤال 85 ده لو سمحتوا انتبهوا كلكم وياردت تدونوه عندكم في ملاحظاتكم ان جمع كلمة جم جم يعني كثير هؤلاء جموا الضلال يعني كثير الضلال بيقدمك ضمة بس مفرد عجال كلاهما صحيح لو رحت المعجمة لها عجلة وعجلة كلاهما صحيح مفرد تلال تل مفرد اماني امنية لان منية جمعها منية ومنية جمعها مناية لها الموت فمفرد اماني امنية مفرد الطوال كلاهما صحيح كلمة طوال مفردها طويل او طويل كده الحمد لله احنا خلصنا معاني الكلمات ومضاداتها وجمعها تعالوا بقى نروح لمنقشة بلاغية للفقرة او المقطع التالي بل توحي اينما بي انتبه بقى تذكره ان اينما اصلا ادت شط زي ما قلنا صح اينما صار تراءت له يعني في كل مكان بيمشي بيلاقيها يبقى فعلا كده تفيد التلازم المستمر تفيد تلازم الشيء لصاحبه حرص الشاعر على عدم المبالغة في التعبير فعلا الشاعر حرص على عدم المبالغة في التعبير والدليل على ذلك انه انهى القصيدة نهاية منطقية فالشاعر لم يصل الى هدفه لو كان عايز يبالغ كان ممكن يوصل الشاعر لحلم الكمال بتاعه لكن هو اتعامل مع الموضوع ليس بالمبالغة وانما بالواقعية وكتاب المدرسة على فكرة كاتب الجملة دي كده من ضمن خصائص الشاعر في التعليق كده او من ضمن خصائص اسلوبه والمدرسة عدم المبالغة في التعبير سؤال 92 بيقول لي لم يوفق الشاعر في تتابع الفاظ البيت الثاني عشان نفهم حينما نتكلم على اي البيت الثاني طبعا من المقطع دي اللي هو فصار يقف اسرع هائما والمهتدي بالوهم جم الضلال فعلا البيت داني عارف ان عندي فيه مشكلة لو تفتكروا صح لم يوفق في تتابع الفاظ البيت الثاني فكرين تتابع حرف الهاء ادى الى فقل موسيقي افتكروا الحاجات دي 93 بيقول لي اقتصرت القصيدة على الخيال الجزئي خطأ طبعا لان احنا عارفين من قصيدة المساء لقصيدة النصور يعني من متران للواقعية كله خيال كلي يعني خلاصة القول انت عندك السنة دي ست قصائد من غربة وحنين للنصور ست قصائد خمسة منهم خيال كلي واحدة بس خيال جزئي ليه غربة وحنين هي الوحيدة اللي خيال جزئي انما الخمسة البقين خيال كلي يعني استطيع ان ارسم ما يقوله الشاعر وبنجاوب السؤال دا لو تفتكروا اللي هو الصوت او الاجزاء الاول والاطراف والاجزاء كل شيء مادي يمكن رسمه بكتبه بين قصين كلمات بطلع كلمات يعني والاطراف ليه الصوت واللون والحركة يبقى اذا خطأ ان احنا نقول ان القصيدة كلها خيال جزئي 94 بولي كما تراءة دي ناسة تائيا كما تراءة خادعا لمعال بالعبارة تقديم ايوة فعلا كلمة خادعا جنا مقدمة كما تراءة لمعال خادعا يبا فيه هنا تقديمه يا شباب وتأخير 95 بولي اللون البياني في البيت الاول استعرى مكنية ولا تشبيه ولا تباق تعال نشوف البيت الاول قصده بايه في المقطع ده البيت الاول اهو بولي فاينما صار تراءت لو كما تراءة خادعا لمعال كما احنا اتفاقنا ان طالما زكرة اداة التشبيه فعلا في البيت الاول كان تشبيه اللون البياني في البيت الاول تشبيه تمسيري كمان تمام بولي عدد الاستعرات المكنية في البيت التاني تلاتة ولا اتنين ولا اربعة تعال نشوف بقى الاول كده البيت التاني في اين البيت التاني اهو فصار يقف اثرها هائما والمهتدي بالوهم جمع الضلار اولا يقف اثرها دي استعرى مكنية كون ان الصورة لها اثر دي استعرى مكنية المهتد بالوهم استعاء الله ماكيني عشان كده شابهت الوهم كإنه دليل او الشعر يعني شابهه الوهم كإنه دليل. وهو ماشي فراه. جم الدلال استعاء ماكينية ع شان تشبه الدلال كإنه شيء مدي ج نسب بكثير يعني. اذا لو جيت عيد على إثراها استعاء الله ماكينيه اذا لو شبهتها مع drawings استعاء الله ماックنية المهتد بالوهم استعاء الله مائ麗 يبقى فعلاie اختار اليها كانت الثلاثة استعاءرة يا شباب. بأي دين عجال دي مفهاش اي استعارة ولا مجاز دي كناية طب ليه استاذ من اعتبر هاش هنا مجاز لانه مش قاصد بيها الكل والجزء ده هو فعلا ايديه بترتعش او ايديه متسرعة او ايديه بتتحرك بسرعة عشان تمسكها يعني فعلا هو قاصد ايديه لكن لما اقول بقى مثلا بوريكة الايادي التي حررت مثلا البلد من الظلم يبقى معنا كده ان انا كأني اصد الانساني يعني الناس اللي حررت البلد من الظلم فعبرت عنها بالاياتي يبقى كده جزء كل لكن انا اقصد فعلا او الشعر يقصد فعلا ان الايدي كانت متسرعة لالامساك بالصورة من فوق تلك التلال استعارة تصريحية طبعا كلنا تقريبا عارفنا لانه شاب خياله العالي وحلمه العالي بالتلال وحزف الخيال والحلم وصرح بكلمة التلال فهي استعارة تصريحية في البيت الاخير يوجد استعارة مكنية تعال نشوف البيت الاخير اللي هو فرحمة الله على شعر الماتة قتيلا للامان الطوال فعلا في استعارة مكنية يعني ممكن تعتبرها القتيل من اجل الاماني شابه الاماني انسان يقتل من اجله احد او الامان الطوال ده نوع من التكسيم لان الاماني شابه بشيء مادة طويل ففيها استعارة مكنية في كل الحالات في السؤال التسعة وتسعين فعلا في البيت الاخير في استعارة مكنية المهتدي والضلال ده سهل بقى السؤال ده جدا ده طباق طبعا منهم طباق والابيات اسلوبها خبر كل ما عادة البيت الاخير لان احنا عارفين ان البيت الاخير كان رحمة الله على شعر كان خبر لفظا انشائي يا شباب انشائي معه تمام ولتكرار الهاء في البيت السادس طبعا ادى الى الثقل وكما تراء خادعا لمعقال عبارة مؤكدة لان احنا من شوية قلنا ان كان فيها تقديم كما تراء لمعقال خادعا واحنا عارفين ان اي تقديم يفيد التأكيد فورا كده ابناء الطلاب عملنا برضو مسح لغوي ومسح بلاغي للابيات تعالوا بقى للاسئلة المتنوعة وانا الحقيقة افضلت ان انا اخطار اسئلة مهمة جدا من كتاب المدرسة وقدم لكم الاجابة الناموزاجية بتاعتها علشان طبعا مناش حجة اذا جاب هذه الاسئلة في امتحان سنوعة عامة وانا بد ان نكون متقنين اجابتها اتقان شديد جدا تعالوا كده اتوكر الله السؤال الاول كان بيقول لك ايه يا سيدي بقول لك تبدو القصيدة وكأنها قصيدة توجد فيها بعض عناصر العمل القصصي الناجح وضح اهم مقومات العمل القصصي ومقومات القصيدة سؤال عجيب يعني مرة دولة بصها اهم مقومات العمل القصصي ايه يعني القصة بتحتوي على ايه الرواية بتحتوي على ايه شخصيات وفكرة وصراع وانهاية شخصيات وفكرة عايز اوصلها الكاتب والصراع ما بين الشخصيات ديت وبيحطي لانهاية موقع ذلك من القصيدة بقى طب الكلام ده هل في في القصيدة الكلام ده اه في شخصية اللي هي شخصية الشعر هي البطل وفيه فكرة اللي يلبحث عن عالم الكمال وفيه صراع ظهر قويا دي مش وقيا ظهر قويا بين الرغبة القوية في الوصول الكمال وإدراك العجز البشر يعني فيه صراع هنا ما بين الرغبة وما بين القدرة فهو رغبته عالي قوي لكن قدرته ليه لا قوي فده حصل صراع داخلي عند الشاعر وثم أتت النهاية المنطقية بموت الشاعر وعجزة عن الوصول يعني عند الشخصية وعند الفكرة وعند الصراع وعندي النهاية بذلك فعلا تحققت في القصيدة الشعب سلطة كمال مبادئ العمل القصصي فده سؤال مهم شباب انتبهوا ليه من كتاب المدرسة سؤال التاني من كتاب المدرسة برضو جايب لي عشان ما نستغربش يعني عشان لحسن نجيب ليه السؤال ده في آخر السنة ومن حقه يجيبه ليه المقارنة سؤال الموازنة المقارنة بص كده بقولك يخاطب مصطفى صادق الرفع نفسه وقائلا يا نفس ويحكي إني في الحياة فتن ماضي العزيمة والثاب فمقتحمه يعني أنا يا نفس في الحياة دي فتقوي عزيمة قوية بقتحم الأهوال لا تعرضي لي لذات الهوى أبدا يعني ما تطلبنيش باللذات والشهوات ما للهوى في لساني لا ولا نعم يعني أنا ما بفكرش فيه أصلا لا بقوله لا ولا بقوله نعم لأنه ما بيجيش على بالي أساسا عبد الرحمن شكر بيقول إيه بقى لم يعشق الغيط لكنه هام ببكر من بنات الخيال عارفين البدة كلنا إيه الفرق بالرؤية كل من الشعرين لنفسه ولما ينشده يبقى أنا كإني أشرح الأبيات الأولى بتاعت الشعر وأشرح الأبيات التانية وحاول أتعمق شوية وشوف إيه الفرق بينهم تعال كده نشوف إيه الفرق بينهم رؤية الرفع لنفسه وما ينشده يؤكد الرفع على مقاومته لشهوات النفس عامة ورفض مبدأ الهوى جملة وتفصيلة يعني لحظة الرفع مش عنده حاجة بدل حاجة لا ده هو بيرفض مبدأ الهوى ومبدأ الشهوات من أصله لا نعم ولا لا مش كده أما عبد الرحمن شكري فهو ينفي عشقه للنساء فقط ويؤكد عشقه لصورة الكمال التي يسعى إليها إذن في فرق ما بين إنسان يعني عنده أولويات أو بمعنى الأصح بيحب حاجة أوي لكن ما بيحبش حاجة تانية في عندي إنسان مش عايز أصلا يخوض مجال الحب ومجال الشهوة من أساسه فكده يبقى في فرق كبير ما بين رؤية الرفع في مقاومته للهوى بصفة عامة وما بين رؤية عبد الرحمن شكري لأنه لا يحب النساء يحب صورة أخرى السؤال البعدي برضو من كتاب المدرسة كل دي أسئلة من كتاب المدرسة انتبه يا شباب السؤال البعدي بيقول لي يرتفع لواء السؤال رقم 6 حتى في كتاب المدرسة هتلاقيه كده يرتفع مستوى الجودة عند بعض الشعراء إلى الدرجة التي يختارون فيها بعض الحروف بحساب ناقش هذه العبارة في ضوء ملاحظتك لتكرار حرف النسق الفاء والواقف القصيد أظن السؤال ده ممكن أنه مشافتهش وجالك الامتحان ممكن يغم عليك مثلا أو يغم عليك مثلا إيه حرف النسق يعني إيه حرف النسق هتطلع تقول الامتحان صعب هتطلع تقول مع حد شدهولنا هتطلع وتقول ده من بر المنهج السؤال من كتاب المدرسة حرف العطف الواو يدل على الاشتراك بدون ترتيب أما فصار فأينما فصار فرحمة الله على شاعر كل ده اختار الشاعر حرف الفاء للعطف في هذه الكلمات للدلالة على الترتيب والسرعة أن الواو تفيد الاشتراك يعني جاء محمد وعلي بقى الاثنين جمع وأن الفاء تفيد الاشتراك مع الترتيب مع السرعة يعني جاء محمد وعلي يبقى اشتركوا الاثنين في المجيء واللي جاء الأول محمد وبعدين عليه والوقت بينهم قليل أوي وأن الفاء تفيد التعقيب والسرعة الفاء تفيد الترتيب والسرعة الواو تفيد الاشتراك فقط الاثنين ما نعرفش مين جاء الأول وما نعرفش المساء الزمن بينهم قدين فالشاعر هنقول له كده ده اللي مكتوب وده اللي مكتوب في كتاب المدرسة وده اللي إجابة دي الإجابة بقى السؤال اللي هو ده هو كله أستاذ مش عايز أكتر من كده أيه بيقول لك إيه بس بيقول لك إيه ناقش هذه العبارة في ضق ملاحظاتك حرف النسق الفاء والواو في القصيدة يعني الشعر استخدم الحروف بجودة واستخدم الألفاظ بجودة ماشي عم شكرا مع أنه في بعض الألفاظ أخطأ بس احنا بنقول للصفة العامة الصفة الغالبة على النص إن الشعر كان بيستخدم الكلمات الدقيقة يا حبزة بقى ممكن يعني تزود على الإجابة ديات إنك تضرب أمثلة لبعض الكلمات التي استخدمها الشعر بدقة يعني فاكن كلمة لبه مثلا الشعر استخدمها بدقة لأنه جعل الإبداع مسئولية العقل وليس مسئولية القلب فالعقل ينتج الإبداع والقلب يشعر بهذا المنتج من العقل فالقلب وظيفته الشعور وظيفته لإيه؟ الشعور فالشعر عشان كده قال صاغاها إيه؟ صاغاها لبهم أيضا نلاحظ أن الشعر عندما استخدم كلمة آل التي تدل على السراب وإدراك استحالة الوصول إذن هناك كلمات دقيقة الشعر استخدمها في موضحها يبقى بضرب مثلا مبدئي وبعدين أجي بقى عند حرف النسق النسق لي حروف العطف أقول له ببساطة جديدة جدا هقول له وظيفة الواو إيه؟ ووظيفة الفاء إيه؟ وظيفة الواو اللي هي اشتراك الأشياء مع بعضها في حالة ما بتدل على العطف والفاء الترتيب والإيه شباب والسرعة ساعات الأسئلة كتير كده بتبقى من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله حقيقة أنا بقول الكلام ده عشان ما نتخضش من أي سؤال مهما كده وأنا بحب بقى الطالب الدعبوس الطالبة الدعبوسة اللي بيدعبسوا كده في الكتاب ويبصوا على الأسئلة اللي جات في الكتاب المدرسة على النص ده إيه؟ والأسئلة اللي جات في الأدم إيه؟ ويبص في دليل التقويم ويبص في انتحانات سنة وعامة آه تلات مصادر دول أهم تلات مصادر أهم من جميع الكتب الخارجية لذلك أنا بقوصي دايما طلاب بتعيد يا جماعة يريد من أول كده على طول أن أنا بعد ما زاكر الدرس مباشرة أروح أبص على الأسئلة جات في الزال عشان وانا بذاكر خلي باقي ومش أي أسئلة لأن في أسئلة كتير جدا يا جماعة يعني زي ما نقول خارج نطاق الخدمة أسئلة ملاش أي علاقة بالموضوع وناس عمالة تستعرض بعض الأسئلة إما عن قصد وإما عن غير قصد فلذلك يا شباب سيبنا من الأسئلة اللي بره المنهج ديت ونتعود على الأسئلة الطبيعة وبرضه ما رحش أتعود على الأسئلة السهلة خالص اللي هي بينيلي أن العربي ده مادة جميلة لا الوسط خير الأمور الوسط وانت لو اكتفيت إن شاء الله إذا اكتفيت إن شاء الله بالتلات مصادر لأرتهم لك إذا استطعت تحصل على دليل التقويم بالإضافة لكتاب المدرسة بالإضافة لامتحالات سنوية عامة في كتب خارجية كتير وموجودة على النت وموجودة على موقع بنزجرة تقوم بإيجابتها النموذجية كمان اللي عايز إيجابتها النموذجية جماعة اللي عايز التحالات سنوية عامة من 95 ل2014 بإيجابتها النموذجية يرسلني بس على الفيسبوك أو يبعث لي على الموقع عندي وأنا أبعتها له إن شاء الله رب العالمين ينزلها عنده بي دي اف ويصورها أو يطبعها أو يذكرها على كوموتر كده تبقى مفيدة جدا طبعا مفيدة للغاية تعالى بقى نكمل السؤال التاسع بقى بولي لا تقتصر الأخيلة والصور الفنية في هذه القصيدة على التشبيهات والمجازات فحسب بصوا كل ده عامة يرغي يعني ما تقلقش من الكلام ده يا عامة وإنما تشمل روح إنما تشتمل روح القصيدة مما يجعلها تتحول إلى أهي بقى لوحة فنية مؤثرة وأنا دايما أقول للطلاب أول ما تلاقي كلمة رسمة أو لوحة تعرف أنه عايز الخيال الكل تعالى بصوا بقى كده فعلا اجتملت القصيدة معلشت القصيدة بجانب التشبيهات والمجازات على الخيال الكلم الذي رسم الشاعر فيه لوحة فنية مؤثرة ظهرت أجزاؤها فيه بطلع بقى الكلام اللي ممكن يرسمه شاعر نجم في السماء ونرى تلك الصورة تتراءى له الصورة عمالت تروح وتظهر لمن كده تلال الأطراف بقى بتتمثل نسمع الصوت مثلا في سارة صوت رجليه وماشي ويعدو وصوت أنفاسه برضو يعدو وهوى صوت ماشيه وهوى صوت سقوطه على الأرض وارتطامه بها صح؟ وترى اللون فيه اللون نشوفه في بارق ونشوفه في نجم اللون اللمعان اللون الضق ولون الصراب ولون التلال وتحس الحركة فيه يمد تراءت يقف ويمسكها يعدو شفت عملت ايه؟ صنفت الكلمات يعني الإجابة كلها في السؤال ده يا شباب مبنية على لانا استخرج الأجزاء الأول اللي هي الشعر وكل شيء ممكن يمكن رسمه كل شيء مادي يمكن رسمه واستخرج الأطراف وقسم الأطراف لصوت ولون ويا شباب وحرك ويمكن كلمت بسرعة على أساس أننا بكلم ناس عندها فكرة عن الخيال الكلي لو ما عندكش فكرة عن الخيال الكلي اجري فور على موقع بنذاكر واسمع التجربة الشعرية الجزء التاني هتلاقيني بتكلم باستفاضة وبتوضيح شديد جدا عن الخيال كلي ومهمة شباب انتبهوا نيجي بقى للأسئلة اللي بعدها ما زلنا فيه سؤالين في كتاب المدرسة انتبهوا بقول لك ايه بص كده السؤال العاشر في كتاب المدرسة بقول لك صورة حسن صاغاها لبوه وحدها في الحسن حد الكمال ما نوع الصورة البلاغية في كلمة صاغاها طبعا استعارة مكنية اقيمتها الفنية طبعا تكسيم المعنى في صورة حسية توضحه في استعارة مكنية شبه صورة الكمال كأنها جوهرة وصاغا وتكسيم صورة الكمال في صورة حسية تبعين روعة اعراب في الحسن حاجة غريبة جدا يعني بقول لك السؤال بي بقول لك اعراب في الحسن جر ومجرور طب مبينة موطن الجمال فيها توكيدة تقديم يفيد التوكيد والتنبيه ما فيش غير كده يا شباب لو سمحتوا انتبهوا علشان السؤال ده برضو في كتاب المدرسة فلابد انك انت تكون مطمئنة الى انك بتعريبه صح اعراب في الحسن جر ومجرور طب يعني شي بجملة يا استاذ ما قلش محلاء ايه لا انت مش مطالب محلاء ايه هو مطالب ما قلكش محلاء ايه خلاص طب مالها بقا ها وموطن الجمال ايه موطن الجمال فيها ما فيش لو مسكتك من كتاب المدرس لو دورت كده في كل قريت كده الشعر سبت كمال هتلاقي الحطة اللي ذكنا عن في الحسن دي لكنها فها تقديم يفيد التوكيد والتنمي ممكن احنا كنا علجنا النقطة دي في الاختيار طبعا لوبه والا عقله ده اجابة مشهورة ومعروفة قلنا لوبه لانه هو المسؤول عن الابداع اما القلب هو المسؤول عن الشعور بالابداع السؤال اللي بعده بيقول لي السؤال 11 المهتدي بالوهم جم الدلال بيقول لي حول اه السؤال ده غريب يعني انا اصدت اجيبه عشان في ناس بتقولك لا لا يا عام وحنا هيكيب لنا مواضيع الانشاديات والله يجيبه وبحلف بالله يا جماعة السؤال ده من حقه يجيبه ايه هو ده يا استاذ بيقول لك جاب لك جملة كده واول لك المهتدي بالوهم جم الدلال قال لك حول هذه الحكمة حولي عفوا حول هذه الحكمة اكتب عشرة اسطر مستوحيا اياها من الاحداث السياسية على الوطن العرب ايه ده ده بيربط جملة بيربط حكما في النص على الاحداث الواقعية اللي بتتم حوالينا انا ليه متحمس للسؤال ده عشان هو الهدف من النصوص اصلا والهدف من العلم اساسا هو الربط بين ما تتعلمه وما تشاهده يعني يا سلام لو انت قدرت تربط بين الحمقات والصفهاء اللي بتشوفهم في المجتمع وبيرتكبوا حمقات كتيرة وتقول فعلا ساعتها لما تشوف الناس دي تقول فعلا صدق الشاعر المهتدي بالواهم جم الدلال بتعمل فيها سقرات بقى وانك حكيم بقى وبتاعة مش عارفين تعال نشوف بقى معلش كده تعال نشوف كده الاجابة النموزجية لهذا السؤال عشان نقدر ان شاء الرحمن الرحيم ان احنا نجاوب عليه كم هؤلاء الذين يظنون انهم يفيدوا امتهم وهم لا يعلمون انهم يهدمونها هؤلاء الارهابيون القتل الذين يتصورون بصورة الدين ثم يذهبون يقتلون الابرياء من اهلهم وبني اوطانهم ويظنون ذلك جهادا في سبيل الله بل هو في سبيل الشيطان وصدق الله العظيم في قوله تعالى قل اونبئكم بالاخسرين اعمال الذين ضل سعيون في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ليسوا هؤلاء فقط بل هناك من الشباب من يعتقد ان الالحاد وانكار الدين بالكلية ورفض فكرة التدين هو السبيل الصحيح انت كده كلمت على اتنين عكس بعض اه ما هي الجملة فعلا تستوعبه من اتنين يعني المهتدي بالوهم جنب الضلال ده مهتدي وده مهتدي ده عفوا اللي اهتدى بالوهم يعني ده المهتدي بالوهم ده الارهاب ده ماشي ورا وهم والملحد ده ماشي ورا وهم وبالتالي هما الاتنين اعتبروا كل منهما جنب الضلال فلذلك انا ربطت ما بين الاتنين وكتبت شيء بالموضوع تعبير زي اللي قدامك كده فما تخافشي طبعا بس تكتب له العشر سطور يعني هو تلاحظ ان هو هنا طلب منك ايه لو تلاحظوا كده بيلك اكتب ايه اكتب عشرة اسطور مستوحيا من الاحداث التي في الوطن العرب الحقيقة كده الحمد لله احنا جاوبنا الاسئلة المهمة من كتاب المدرسة تعالوا بقى نطوف يعني كمان مرة كده برة الكتاب المدرسة في بعض الاسئلة في الكتب الخارجية المهمة يسأل مية وعشرة بني ترسم الابيات لوحة شعرية قلنا ايه كلمة لوحة دي تحطاها كده في زاكرتك وتخلي بالك منها انها بتبقى الخيالي الكل لوحة او رسمة يبقى الخيالي الكل ترسم الابيات لوحة شعرية عن طموح الشاعر لتحقيق الكمال في اسمة صورة وضحها مبينة اجزاء اخضرها الشاعر اهي قبل كده جاوبناه اللي هو الخيالي ايه شباب خيال الكل تأثر الشاعر بالقرآن الكريم فمن اين تفهم طبعا فاكر انت تأثر في البيت الخامس لما قال والمهتدي بالوهي المجمي بالعفو لما قال كما ترأخ دي عن لمعه قال تأثر بقوله تعالى هل نحفظ الاية استاذ؟ ايوة نحفظ الاية لو سمحتم علشان نستشهد بيها وارجو حفظ الاية بنفس كلمتها وعدم الزيادة والنقصان ما بينها حتى ابناء المسيحيين معلش لازم يحفظوا الاية عشان يستشهدوا بيها في الامتحان السؤال اللي بعدين بيقول والمهتدي بالوهم جمع الضلال بيّن علاقة هذه الحكمة سؤال العلاقة ده ارجوك لو سمحته انتبهوا ليه سؤال العلاقة يعني نتيجة يعني تعليل يعني توضيح يبقى مقول تبين النتيجة المحتومة التي يصل اليها كل من اصر على رسول كمال يبقى كلمة ايه ها نتيجة علاقة يبقى اول ما تلاقي كلمة علاقة في السؤال يبقى نتيجة تعليل توضيح كمان تفصيل بعد اجمال بعد تفصيل اسمها علاقات واول ما تلاقي فكر افكرك اول ما تلاقي لوحة ها خيال كل تمام كده ما الفرق بين العالم المثالي الذي يتخيله الشاعر والعالم الواقع الذي يعيشه السؤال تمرت وساعات كده تطالب لك طب انا اكتب في ايه طب اعمل في ايه تعال نشوف نكتب في ايه الفرق بين العالم المثالي الذي يتخيله الشاعر والعالم الواقع الذي يعيشه ان العالم المثالي عالم رائع ليس به نقص بلغ من الحسن في ذهن صاحبه الوصول للكمال اما العالم الواقعي فكم يملأ هذا العالم من شرور وآلم ونقص طبعا انا ليه دست على الحتة دي لانه دي سبب النص اصلي يعني لماذا لجأ الشاعر العالم الكمال بسبب ما يمتلئ العالم الذي يعيشه الواقعي من شرور وآلام وممكن تجاوبها بطريقة تانية أنك تقول أن العالم الذي يريده الشعر هو عالم خيالي لا يستطاع الوصول إليه أما العالم الوقائفة نحن نعيش ونستطيع الوصول إليه لكن الإجابة دي أقرب للصحي طبعا السؤال اللي بعدين يقول لي 114 يقول لي مدرسة الديوان يغلب الجانب الذيني والعقلاني في أشعارها أرجوك مهم لو سمحت السؤال ده مهم جدا وموجود في التعليق بتاع كتاب المدرسة قال له إزاي ظهرت الزهنية في الأبيات أنتوا ساعتها ممكن تعد تلفه وتدوره وتكتبه كلام كتير قوي ماروش أي علاقة بالإجابة بص الإجابة كلا مدرسة الديوان يغلب الجانب الذيني والعقلاني في أشعارها ظهر ذلك بص بقى فيه فكرة القصيدة فلسفية تتمثل في تصميم الشعر على تطلع الأمان والبحث عن على مثال عبارات القصيدة ذهنية حدوها في الحسن حدو الكمان لأن كلمة حد دي كلمة رياضية شوية هي الحد الجابلي والحد المنطقي مش عارف إيه يحسب النجمة قريب المنال كلمة يحسب هذه الكلمة تدل كلمة عقلانية طبعا المهتدي بالوهم جم الضلال الوهم والهدى والضلال كل دي كلمات تتصل بالعقل والفكر والحكمة أو عدم وجودها يعني فإذن الكلمات ذهنية والفكرة ذهنية إذن تحقق فعلا الذهنية في هذه الأبيات كلام ده كلام كتاب المدرسة مش عايز بقى نفضل نشرح الأبيات كل حاجة تقريبا الطلب يقولك اشرح الأبيات لأ طبعا لو شرحت منينا البكرة ومالية الورق كلام مش هتحسب لك درجة أكمل الفراغ في مال هو ممكن يا أستاذي جيب لنا أكمل الفراغ لأنه سهله هوت مفيوش مشكلة رحمة الله على شعار الهن أستميني خبري لفظا إنشائي معنى والغرض منه إيه الدعاء هنا خبري لفظا إنشائي معنى والغرض منه إيه شباب إيه الدعاء السؤال اللي بعد هي ترسم الأبيات السابقة النهاية خلي بالك هو لو كان قالك ترسم لوحة فنية كنا قلنا الخيال كله لكن هو بتكلم عن مين هنا بس عن النهاية المؤلمة يعني هو السؤال هنا في النهاية ايه هي النهاية ده و ايه رأيك فيها طبعا أقول له انتهت القصيدة أنها هي مؤلمة بسقوط الشعر قتيلا وهي نهاية منطقية تتطفق وقدرات الإنسان الذي سعى إلى ما يفوق يعني الإنسان هنا سعى إلى ما يفوق قدراته فلذلك كانت النهاية منطقية وحتمية السؤال اللي بقى بعد كده هي هم تفضل ولماذا 117 اللي بقى ما زال يعدو أخذ يعدو مات قتيلا مات شهيدا طبعا هنقول ما زال يعدو ليه بقى لأنها تدل على الاستمرار والاستمرار إنما أخذ تدل على مجرد البداية فهو كان عايز يوررنا قد إيه الشعر بيبذل مجود كبير البداية لا تدل على بذل المجود بل الإصرار والاستمرار هو اللي يدل على كده طب مات شهيدا طبعا أن الكلمة شهيدا توحي بنبل وعظمة الغرض الذي مات من أجله أما قتيلا فلا تعطي مثل هذا الإحاق لأن القتل قد يكون من أجل غاية شريفة أو درية ملاحظين يا شباب إنه لما بقولك أيوما أفضل ولماذا أنا بجيب لتنين يعني ببين الميزة في دي وعدم الميزة في دي أنا هنا تكلمت عن يعدو أحلى علشان كذا إنما التانية بتدي معنا كذا هنا تكلمت شهيد أحسن عشان كذا إنما التانية بتعمل كذا فأنتم سعاد بتتكلموا على واحدة بس لا المفروض أتكلم عن الاتنين يا شباب السؤال 18 جولي ماهما ظهر التقريد والتجديد في القصيدة سؤال مهم وبيجي كتير التقريد طبعا تأثروا بالقرآن الكريم لسا إلينا من شوية بالقال الكريمة عوذبنا من الشيطان الرجيم الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة لأحسنهم الضمأن وماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا طبعا وحدة الوزن والقفية بعض الألفواظ الترافية القديمة شوية الخال الجزئي من استعارة وتشبيه وغيره طبعا الفكرة سؤال مزهر التقريد والتقديم التقليد والتجديد ده تقريبا في كل نص فانتبهوا لي مزهر التجديد عنوان القصيدة يعني فيه وحدة عضوية قصيدة كلها بالدرح وللموضوع واحد يعني الموضوع نفسه مبتكر في عالم الشعر إنه عايزة تطلع لموس العليا الخيال الكل الوحدة العضوية البعد عن المحسنات البداية المتكلفة السؤال الـ 19 كيف تحققت فيها الوحدة العضوية أظن ده مثل أي نص أصلا وحدة العضوية بتتحقق بحكتين يا جماعة وحدة الموضوع واذكروا الموضوع اللي هو البحث عن الكمال وأيضا من خلال جوي نفسي واحد لو التعلق الشديد وحب الشعر لعالمه الجميل لابا أنا قلت كده موضوع واحد وذكرت الموضوع وإيه وقلت جوي نفسي جوي نفسه لأ العطافة يا جماعة وقلت هي إيه السؤال 120 بيقولي السؤال بيقولي الأول للشاعر رسالة يراها عبد الرحمن شكري بين رأيك في هذه الرسالة وما وسائل الشعراء في تحقيقها عشان كده أنا وقفت قدام السؤال ده رسالته كما يراها أن الواحد يبذل كل الجهد للوصول لأفضل ما يمكن خلي بالك يعني كان رمز رمز محاولة الوصول للكمال كانت رسالة من الشاعر يقولينا ابذلوا ما استطعتم من أجل الوصول إلى أهدافكم ولكن أثناء ذلك لابد الرسالة بقى تكملتها خلي بالك لكن على الإنسان أن يدرك ما يستطيعه وما لا يستطيعه طب يعني الإنسان المفروض هو بيحقق أمنية أو هدف ما يحطش هدف أكبر من حجمه عشان يقدر يوصل وسائل تحقيق هذه الرسالة الكلمة الجميلة الصادقة من خلال القصيدة الممتعة ذا زي ما رأىها من عبد الرحمن الشكري عبد الرحمن الشكري رأى أن الكلمة الطيبة وأن الكلمة الجميلة وأن القصيدة المفيدة هي وسيلة تحقيق توصيل رسالته إلى الناس وإلى كل من يقرأ هذا النص السؤال 121 يقول لي أعرض بأسلوبك هذه اللوحة الفنية التي رسمها الشاعر إجابته مقتقلدية معروفة هي يا شباب الخيال الكلي مهمولك اللوحة الفنية التي رسمها الشاعر إليه الأجزاء والإيه شباب والأطراف ما القيمة الفنية لاستخدام أينما هوى ما زاله؟ طبعا القيمة الفنية لاستخدام أينما تفيد التلازم والنهاية المؤلمة في كلمة هوا وما زال تفيد الإصرار على الوصول إلى الهدف السؤال 123 يقول لي ما المدرسة الشعرية التي ينتمي إليها الشعر وما أهم خصائصها؟ خصائصها وما مدى توافق هذه الأبيات معها؟ السؤال ده جماعة برضو سؤال متكرر في كل القصة يعني من أول غربة وحانية لغات النصور أسألك وأقول لك القصيدة دي تنتمي لمدرسة إيه؟ وإيه خصائصها اللي ظهرت فيها؟ يعني ده تطبيق الأدب على النصوص يعني أنت حفظت أدب في المدرسة دي وريني بقى شفته فين في القصيدة زي ما أنت درست بلاغة وعرفت التجربة الشعرية وعناصرة وعرفت الاستعارة والكناية والكلام ده كله طيب وريني بقى فين في القصيدة؟ يعني أنت لو أنت بتعرف تطبق الأدب والبلاغ على القصيدة خلاص القصيدة عدت معاني كلمات وتعليق فانتبعوا شباب تعال نشوف بقى طبعا الروح الرومانسية دي ما خصائص المدرسة يبقى تنتمي مدرسة الدوان دي مبدئيا يعني وبعدين أنا أجيبت الخصائص على طول لكن أنت المفروض تكتب إيه الأول؟ المدرسة الشعرية اللي ينتمي إليها هي مدرسة ديوان أهم خصائصها الروح الرومانسية تطلع للأفق والموس العليا طموح اللي بتجاوز وقع عصره والوحدة العدوية تحققت وقلتها زي ما هي الكلام مكرر فعشان كده مش عايزها يعني وقع دماغك بتكراره القصيدة بعدت عن المناسبات الجانب الفكري واضح فعل والزهنية فكرة القصيدة فلسفية وعباراتها زهنية تمام حرص على عدم المبالغة في التعبير ظهرت سيمة الحزن في هذا السعي الذي بقى بالفشل وساعد على ذلك ألفاظ مثل كذا يبقى أنا كده بيت له الخصائص التي ظهرت في النص أستاذ بولي ماذا؟ ماذا توافق الأبيات معها؟ طالما انت جبت الخصائص وطلعت من الأبيات الكلام اللي أنا قلته الزهنية والفلسفية والفكرة والكلام ده كله يبقى كده توافقت الأبيات مع خصائص مدرسة الدوان بعدها يعني حكاية الوزن والقفية طبعا لأنهم زمان تفاكر دعوا إلى الشعر المرسل لكنهم لم يرتزموا بذلك ما قيمة الفعل يعد وبعد ما زال قلناها جماعة والتأكيد على إصرار الشعر للوصول إلى هدفه سؤال اللي بعد يبقى مية خمسة وعشرين يقول لي حدد الأفكار الجزئية في الأبيات واذكر الترابط بينها ما سستدفهش السؤال ده لو سمحت بص كده أهو إجابة الأفكار الجزئية في الأبيات يعني يعني تقريبا بلخص كل بيت من المقطع التاني في صورة جملة يعني نفتكر الأبيات أصلا إيه تعالوا نفتكر كده الأبيات نين احنا بنتكلم عن الأبيات نين عشان بس أفكرك أنا بنتكلم عن مين قبل ما نخط فين في الأسئلة الأبيات اللي بتبدأ بيه فأينما صارة لغاية الأمان التوا تعالوا بقى نشوف المقطع التاني تعالوا نشوف ياسي يقول لك أهو حدد الأفكار واذكر الترابط أهو بس ياسي الأفكار الجزئية في الأبيات ظهور الصورة الخادحة اقتفاء الشاعر لها رغم استحارة الوصول ظنه الاقتراب سقوته فجأة نهاية مؤلم لما أنا كده قلت الأفكار الجزئية كأم يبلخص كل بيت في جملة صغيرة كبه يا جماعة تعودوا معي على نموذج الإجابة اللي حسن ان الطلاب زي ما يلكوا كتير بيبقوا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآ يجب مجموع كبير طالب واقعي ما بيصدقش إلا ما يجاوب بإيده ويطابق كمان بعد ما يجاوب بإيده ويشوف الأستاذ جاوب إزاي أو نموذج الإجابة إزاي عشان يطمئين طبعا نبعرفنا هي الأفكار الجزئية مش طوع تشرح خلاص لا طبعا الترابط يعني تذكر العلاقات يا جماعة ترابط الفكري مش انك تشرح انك تذكر العلاقات من الأبيان يعني تقول كده البيت الثاني نتيجة الأول والبيت الثاني نتيجة الأول ثالث والرابع تتابع منطق الترتيب الأحداث مش هو الشاعر وبص ليه تعالى ما أقولك نتيجة ليه هابص النتيجة تعالى بس عشان يبقى له الكلام يعني الصورة ملازمة تلازم شديد جدا هو بحبها طب النتيجة ايه انه بقى يقفوا وإصراها ويمشوا وراها وبعدين تتابع منطق انه قرب انه بدأ يقرب منها وخلاص هيمسكها وبعدين رحطت النهاية يبقى كده جاب قضية وبعدين جاب نتيجتها وبعدين جاب التتابع المنطقة وبعدين جاب النهاية كده الراجل أفكاره مرتبة مترابطة مش زي زمان يجي على دماغه يقوله لا كده الشاعر ماشي بالتدريج والترابط السؤال 126 ما نوع الاسلوب الذي وضح وضحه به الكاتب افكاره وما غرضه البلاغ يعني مع اسلوب عادي جدا خبري الاسلوب الذي وضحه به الكاتب افكاره الخبري غرضه البلاغ التقرير والتوكيد والوصف السؤال منفيه اللي هو بتاعه رحمة الله على شاعر ايوه ايوه احنا بنقول الاسلوب العام في الابيات هو ما قالكش في بيت واحد وقالك الاسلوب الغالب في الابيات مش تبقى مثلا قصيدة عشر ابيات وجايب لي تسعة منهم خبري واحد بس خبر لفظة انشاء معنى او ما قوله ده خبر لفظة انشاء معنى لا طبعا الاسلوب العام هنا هو الاسلوب الخبري للتقرير والتأكيد والوصف الاسلوب ايه شباب الخبري للتقرير والتأكيد والوصف السؤال 127 قولي قلد الشاعر في بناء هذه القصيدة وجدد في مطلعها صح قلد في بناءها ليه؟ لفظة التراثية وبعض الخيال الجزئي عارف السؤال ده كأنه بيقول لك ايه؟ اذكر مظاهر التجديد والتقليد اللي مجاوبينه من شوية يعني انا عارف ان المأساد طلاب كتيرة جدا انه ما بيقوا حافظون كويس قوي ولما بيجي يحله ما بيقوش عارفين السؤال عايز ايه؟ يا اما بيقوا فكروا عايز حاجة وعايز حاجة تانية ده بقى ميزة الطالب العمال الدعبوس العمال يدور على النت ودور ويلاقي فيديو زي ده يسمعه ويجاوب ويشوف نموزج ايجابة ويقول لك الحمد لله ايوه ما تتخضش لما تشوفني بجاوب كده وبالطريقة الجيدة دي او الطريقة الامنة دي انت ما تتخضش بالعكس الحمد لله لان اكتشفت الكلام ده قبل ما يفوت الاوان فيه ناس الجماعة بتفهم الكلام ده بعد ما تخرج من اللجنة يعني فيه ناس بتفهم الكلام مش مش بعد ما تخرج من اللجنة كمان ده بعد ما تظهر النتيجة فيه ناس بعد ما تظهر النتيجة يقول لك ازاي ازاي جيب الدرجة دي في العربي يروح يكشف يروح يقرر ما بيننا موزج الإجابة بين اللي كاتبه يلاقي طبعا يعني خلاص لا تحقينا مناص بقى مفيش يعني مفيش مفر يعني اقصد يعني يبقى اذا الشباب كويس ان احنا بنتعرض لهذه الاسئلة علي اللي ما يأتي تعتبر هذه القصيدة من الشعر الغنائي يعني الشعر الغنائي لانها تعبر عن مشاعر الشعر بعيدا عن فن المسرحي او المطولات والشعر الملحمي وهو فيه ثلاث انواع من الشعر شباب فيه شعر غنائي فيه شعر مصرحي شعر ملحمي الشعر الغنائي اللي انت بتدرسه من ابتدائي الغد الوقت اللي هو قصائد بتغنى او قصائد فيها مشاعر الشعر فيها عواطف فيها احزان فيها الام او فيها تفاؤل وحب انما بقى الشعر المسرحي لا ده فيه قصة وحكاية وحوار وبداية وسط ونهاية لا لا عمل قصصي كامل انما الشعر الملحمي اللي تدرسه بتاع احمد محرم اه ثلاث انواع من الشعر غنائي ومصرحي وملحمي اللي هو الملحمي ده الشعر الطويل اللي بيحكي قصة امة زي محمد محرم حكا في الاليازة الاسلامي هانت يا شباب واللي حدد العبارات الصحيحة والعبارات الخاطئة مع تصحيح القطأ فيما يليم التجربة في هذه القصيدة تجربة ذاتية طبعا صح فعلا هذه الابيات تمثل الشعر الملحمي طبعا الاجابة كده خاطئة زمح للسائلين الشعر الغنائي اخر حاجة بقى شباب بيقول لي سؤال 131 بيقول لي الخيال في الابيات كل جزء تقليدي لا طبعا الخيال في الابيات كل وفيه خيال مبتكر ينتمي الشعر الى مدرسة ابولو الرومانسية خطأ وينتمي لمدرسة الديوان سؤال 133 بيقول لي تعتبر هذه القصيدة من الشعر المرسل خطأ لا الشعر المرسل اللي يخلي من الوزن القفية او اللي بتتنوع في القفية هنا شعر وزن القفية شعر عمودي اسمه شعر عمودي السؤال 134 بيقول لي استعمل الشعر بعد الالفاظ ترسية صح السؤال 135 بيقول لي اكتبس الشعر بعد افكار من القرآن الكريم برضو العبارة صحيحة بيقول لي هنا ما اثر عاطفة في دلالات الالفاظ الاتية تعال شوف اجاوب ازاي السؤال ده كل كلمة بتوحيب ايه طفل تحيب التعلق الشديد المحل تؤكد على صعوبة تحقيق الهدف يحسب تحيب خطأ الظن انه غلط يعني النجم تحيب العلو والبعد وصعوبة الوصول والجمال ايضا نجي بعد السؤال 137 بيقول لي ما الغرض الشعري الذي تمثله قصيدة الشعر وصولة الكمال طبعا تمثل القصيدة غرضا شعريا جديدا وهو التطلع للمثل العليم السؤال الاخير يا ابطال اتضح في القصيدة مظاهر الاصالة العربية ومظاهر الحداثة ما تتخضش وخليك جدع كل الموضوع انك تقول مظاهر التقليد ومظاهر التجديد فلو سمحت خلي بالك انه مهما غير في السؤال ركز شوية فكر شوية هتلاقيك انت انشاء الرحمن رحيم تقدر تجيبه وطبعا مع التدريب الحاجات دي كلها تبقى تعودت عليه ابناء الطلاب ارجو ان تكونوا ان شاء الرحمن الرحيم ارجو ان تكونوا قد استفدتم من هذه التدريبات المتنوعة الحمد لله عملنا مسح لغوي للنص بجميع احتمالات ان شاء الله المفرد والجمع والمضاد وغير ذلك وعملنا مسح بلاغي للنص بالاستعراض بالتشبيهات بالكنايات بأحايا الأرفاظ والأسليم وكمان ربنا قدرنا ان احنا جبنا اسئلة مقالية متنوعة من كتاب المدرسة من الكتب الخارجية من امتحانات السنوية العامة لان كثير من هذه الاسئلة وان لم اشهر اليها فها كانت ايضا من امتحانات السنوية العامة وبالتالي ياريت انك انت دايما تعمل كده في معظم المواد انك تحاول تذاكر بهذه الطريقة الشمولية انك انت تبحث والدعبس هنا وهنا وتطلع الاسئلة وان شاء الرحمن الرحيم تلاقي امتحان سنوية عامة ما هو الا احد امتحانات اللي انت امتحنتها قبل كده وان الاسئلة اللي قدامك في سنوية عامة ان شاء الله انت مجاوبها قبل كده ما انتش متفاجئ بسؤال وما انتش متجاوب باجابة ناقصة وما انتش فاهم السؤال عايز حاجة وانت بتكتب حاجة تانية ابناء الطلاب ارجو ان تكونوا قد استفدتم من هذه الاسئلة وان شاء الرحمن الرحيم نلتقي قريبا في مراجعة ادب ابولو والنص صخرة المرتقة وباذن الله رب العالمين ربنا اقدرنا جميعا ابناء الطلاب استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة